أهلا بكم حلقتنا النهاردة بعنوان حزب الله أم حزب الشيطان قبل ما نبتدي الحلقة أحب أن أفكر كل متابعي قناة الحياة على اليوتيوب والفيسبوك أنكم تضغطوا على زر المتابعة للقناة أو لبرامتكم المفضلة علشان تمصلكم برامجنا في توقيتها وما تنسوش أنكم تشاركوا البرامج وما تنسوش تصلوا من أجلنا اللي بيشغل العالم الآن هو فكرة الحرب الإقليمية والتهديد بالحرب الإقليمية واللي بيدور في الشرق الأوسط دلوقتي بين إسرائيل حماس حزب الله بقيادة إيران اللي بتحرك جبهات كثيرة حول إسرائيل النهاردة بنشوف أنه اليمن سوريا العراق اللبنان كل ده في النهاية الهدف والوسيلة واحدة سواء كانوا سنة ولا شيعة في تحرك حتى لو إيران ما بتقودش السنة ولكن بس السنة بتوع الإخوان المسلمين بتوع حماس لكن البقين مش هيمشوا تحت إيران لكن عموما شايف أنه في هجمة من كل النواحي على إسرائيل لكن أهم حاجة أنك تشوف أن القائد في الموضوع ده هو إيران المنبع واحد مش كده إيران لكن المنبع واحد وهي دي القاعدة بقى الإسلامية الدينية أنه المنبع واحد وهو الإسلام الإسلام الدين العقيدة وليس هذا الاتجاه فيما يمثل الوطنية بأي شيء خالص لأنه لو كان في وطنية كانوا اللبنانيين قدروا أنهما يعيشوا الحياة اللي هم متعاودين عليها يختاروا ريسهم يختاروا أسلوب حياتهم يبقى فيه مشاركة وطنية يعني وهكذا مش بس اللبنانيين كانت سوريا بقى شكلها غير الشكل كان العراق بقى شكلها غير الشكل وهكذا عندما يتحكم الإسلام دائما تجد أنه المنبع واحد وهو الأصل الديني والعقيدة والفكر سواء بقى كان سنة ولا شيعة كله بقى إيه كل إقناء ينضح بما فيه دول بيحموا العقيدة وليس الدولة عايزة كنت بصوا كده ورايا لشعار وعلم حزب الله اللي ورايا ده خليني شايفين إزاي يعني الآية اللي مكتوبة دي اللي هي فإن حزب اللهم الغالبون ده جزء من آية في سورة المائدة ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب اللهم الغالبون اللي هيبقى مع الله ورسوله دايما الله ورسوله هذا الإنسان اللي كان مليء بالخطايا يقرن اسمه باسم الله ويصبح هو الوازع والمحرد الأساسي على حروب عالمية ويمكن بسبب محمد وبسبب الإسلام ندخل في حرب عالمية تالتة لأن على الأصل دور لأنه ده المنبع الفكرة الدينية شوف مرة تانية خلينا نشوف العالم يعني طبعا أنا كان ممكن ما حطش علم حزب الله ده خالص لكن أنا عايزاكم تشوفوا الفكرة اللي وراء واحد بندقية في إيد مرفوعة والخلفية بتاعتها الكرة الأرضية حزب الله القوة في هذا الإله الدموي ولكن تهديد للعالم كله إحنا مش بس بنحمي المنطقة واللي عايزين نحمي اللبنان يعني حزب الله ده إيه أصلا؟ إيه هو؟ جزء من أنا كنت فاكرانهم على فكرة يعني زمان قبل ما أتعلم عنهم أنا كنت فاكرانهم إيرانيين أو مثلا لبناني إيراني ولا حاجة زي كده طلعوا كلهم لبنانيين والأصول بتاعتهم الدينية هي اللي بتخلي بقى شكلهم كده هنعرف عنهم مين هم الشيعة الاثنى عشرية دول ولكن هذه الصورة الحرب واختيار الحرب الدائم لأي مجموعة تمثل الفكر الإسلامي الحرب أول حاجة الخناء الأول ولازم نقعد بقى نزعق ونقول وحنعمل وإحنا منتصرين والله لوحده والكلام ده كله ده لازم القوة لأنه منبعها اللي عمله محمد الغارات الإسلامية والحروب الإسلامية والإغتيالات الإسلامية اللي ابتدت مع محمد كملت في كل اللي اتباع حزب الله بالبندقية والجيوش بتاعته والسواريخ بتاعته الآن يهدد العالم كله ده الشعار وتلاقي إن الشعار ده موجود في كل ما يمثل المجموعات الإرهابية زي كده الإخوان المسلمين وأعدوا لهم ما استطعتهم من قوة ومن رباط الخيل وأعدوا الرعب إحنا بنعدلكوا وجاين لكم وأينما كانوا يأتوا بالضمار شعارك ولغتك هو اللي بيقول لنا على إيه اللي نتوقعه منك وتحت يقول لك المقاومة الإسلامية في لبنان بمنتهى الجراءة يعمل حزب الله عالم خاص به في بلد شعارها شجرة الأرز الجميلة يعني لما تشوف كده العالم اللبناني تحس بالجمال على طول لأنك تفتكر لبنان الجميلة الحرة ونسها الحلوين والفرحانين اللي على طول مبسوطين وعلى طول يضيفه وعلى طول يفتحوا النفس كده على الحياة مش كده لكن حط بقى إيه في النص كده اللازقة دي حزب الله ضلم الدنيا على طول مين قال لكم أنه في أكتر بلد عربي الكل فيه ممثل البلد العربي الوحيد اللي يقوده كان بقى رئيس جمهورية مسيحي لأنهم كانوا الأكترية لأنه كان فيه عدل لأنه كان فيه اتفاق وأنه الشعب اللبناني ما كانش بيبص أبدا لمسلم مسيحي والكلام ده جي حزب الله من 40 حاجة و40 سنة وابتدأ الشكل يتغير فيه الأرض وفي الأفكار وفي الأجيال بقى بقى لك 40 سنة فيه أجيال بتتربى على البندقية والسلاح ومش فاهمة إيه ورقتين الشجر اللي محطوطين وردوا أي يعني ده غصن زتون مثلا انتوا حرقتوا كل شجرة موجودة وكل أمل في أي خضار وكل أمل في أي يعني حياة في أي بلد يروح فيها المسلم المجاهد اللي عنده هذه القضية وتبقى إيه اسمها المقاومة يكون فيه خراب لبنان أكتر بلد عربي الكل فيه ممثل دلوقتي حزب الله غير غير القاعدة ده بقى حزب الله هو اللي ماسك الأمور وعايز يسأل سؤال انتوا بتقوموا مين رايحين هناك تقوموا مين انت أسامت الدولة وعملت لنفسك قطاع وبقيت قوم اللبنانيين نفسهم طريقة حياتهم اختياراتهم من يقوم حزب الله بتقوم مين أقصر إجابة لده انه إنما وجد الإسلام بأي شكل أو نوع أو طريقة بكل أشكاله حتلاقي انه فيه انقسام وتفرقة وتمييز ومقاطعات وتكفير وإرهاب وحروب لأن الكل يعتقد انه على حق والبقية كفار مسلم شيعي مسلم سني مسلم يعني صوفي ما بيحاربش قوي بس برضو مكفر من الجميع يعني انت يا إما تطلق التكفير على الكل يا إما بتكفر وانت قاعد ما لكش دعم مثلا لكن الشيع بأنواعهم لا ده يحب ده ولا ده يوافق على ده ولا ده بيتكلم على ده إلا بكل شر لأنت يعني السني والشيعي في موت كل قادة حزب الله ده دول وخاصة النصر الله كم من الفيديوهات والفتاوى والأراء اللي تلاقيها كنت أحطيكوا اثنين تلاتة عمين غيرت الرأي لقيت أنه يعني يعني في مصر يقولك هي يعني نفس الحكاية كله بيقرر نفسه أوكي فطلعوا أبطال السنة يقولوا لنا لا 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 ما نترحمش عليه بقى دلوقتي الشيعي المجاهد المفروض بواقفه إسرائيل وبيدفع عن مش عارف إيه لا لا هو شهيد ولا يترحم عليه أبطال السنة أبطال السنة اللي طبعا اللي بيعلنوا يعني حطين صورة القادة حزب الله والرجل المسيحي اللي ماده عمين يقوله دول شوها ده مش عارف ورجل المسيحي اللي ماد في الرجلين ده محطش عبره طبعا مش شهيد مسيحي كافر ابن بلده ابن وطنه لماذا نستغرب وإحنا عندنا برده الأصول دي موجودة السني المسلم يقولك ده برده مسيحي كافر متترحمش عليه متعزيش وكل بقى يعني على حسب بقى إذا كنت حسب شدة الإسلاموية بتاعتك كل واحد فاكر إن هو على حق والباقي كفار والكفار سواء كنت بقى سنة ولا شيعة يجب القضاء عليهم أو السيطرة أو الإبادة أو الغزو إحنا النهاردة بنتكلم عن حزب الله بالذات بقى وما يفعله في لبنان والأمر ليس سياسي بالنسبة لي أنا بقول لكم النهاردة إنه ما يجب أن نعرفه هو الخلفية الروحية دايما بقول لكم في كل حلقة إنه بقدر إمكاني إنه الروح اللي بتقود يعني الفكر في الفكرة الدينية إذا كانت من روح الله بتكون خير وبتكون إحسان للكل وبتكون لبناء الكل وبتكون محبة للكل ولكنها إذا كانت من روح الشيطان والمسيطر عليها الشيطان زي ما إحنا بنشوف كده هتلاقي إنها كلها للضمار والموت خليني أوضح لكم النهاردة مين هما يعني الفكر الديني اللي بيوجه حزب الله ناس كتير ما تعرفش يعني إيه الشيعة الاثنى عشرية أنا عايز أقول لكم الموضوع في كلمتين وبمنتقى البساطة ويعني بالبلدي لأن المسلم العادي دايما بيفكر إن الإسلام سيء الشيعة وسنة وسوفية على قد ما كنا عارفين يعني ما كناش نعرف إنه في تسعين نوع من كل واحد أنت يا شيعة يا سنة يا سوفي لكن ده مش حقيقي الشيعة الاثنى عشرية دول إيمانهم أساسه إنه من بعد محمد الولاية أعطيت لعلي عن طريق محمد وعلي إداها لأبنائه بالاختيار واحد ورد تاني يعينهم لحد ما وصلوا لنمرة 12 فكان فيه الاثناشر إمام دول أما بقى يعني بعد علي الاثناشر إمام اللجوم دول آخرهم كان واحد اسمه محمد ابن الحسن العسكري اللي اختفى ده بقى الإمام التالي ده اللي مش لقينه لسه بدوروا عليه راح فين محدش عارف ومن بعده انعزلوا بقى عن الحكم الإمام في هذا الوقت كان ليه الحكم فيه كل شيء كل ما يحكم به الإسلام ويحكم به الله والقواعد الإسلامية فالإمام في هذا الوقت الاثناشر إمام اللجوم بعد علي دول دول كانوا بيحكموا الإمبراطورية كلها يحكموا الإسلام السياسي والاجتماعي والديني وكل أينما كان فالإمام هو المسيطر على أي دولة هو فيها الأئمة دول لكن بعد بقى الإمام ده متاه منهم مش تقيينه لو بقى يقولوا عليه المهدي انعزلوا عن الحكم والسياسة وقعدوا مستنيين فاتغير أمور كتيرة لأن الإمام ده بيقود أمور كتيرة بيقود الحياة السياسية وكتير من الأمور الدينية زي جهاد مثلا يقولك وقف الجهاد في وقتها لأنه مش عارفين يقودوا الدولة فما بقاش فيه جامعة الخمس ما بقاش فيه صلاة الجمعة تروح تصلي على كيفك زي ما أنت عايز بس هم الصلاة الجمعة الجامعة لكل دي لازم يقودها الإمام لأن الإمام العقل والفكر والحكم ويعني في كل شيء علشان كده كل ده ته منهم كل واحد بقى محتاس لأنه اتعلمنا بقى في الإسلام أنه هناك مسيطر وهو مشا الله وهو بشر شخص كل واحد بشكل مختلف وده بقى اللي بيقولوا عليه التايه ده كان اسمه عند النوع ده من الشيعة المهدي المنتظر فهما كانوا بفكروا أنه محمد إدى الخلافة لعلي وأنه تعيين علي ده كان لازم يكون شرط وعلي عين اللي بعده وكل إمامي عين اللي بعده ولكن كانوا بيفكروا وكمان أنه علي ده معصوم لأنه من الشروط أنه يكون هذا الإمام معصوم فبالتالي حتى لو يعترفوا بذة كل إمام بعد علي كان معصوم برضو عنده هذه الهالة من القداسة يعني الموجودين النهاردة لأنهم ما مسكوا بعد كده رجعوا تاني فاقوا لنفسهم ورجعوا مسكوا تاني برضو هتلاقيهم بيتقال عليهم معصومين دول عزلوا عن الحكم والسياسة في انتظار الإمام المهدي لأنه أي حاكم أو إمام غيره يبقى حرام اتباعه فعلى طول حصل انفصالية بينهم وبين المجتمع لمئات السنين وحصل وحصل خالط بين الدين والسياسة فما بقوش عارفين اللي هم قدرين يقودوا سياسيا ولا لأنهم في انتظار هذا الإمام لحد ما جه واحد اسمه الإمام النراقي وغير المفهوم وقال ان الفقهاء ممكن انهم ينوبوا عن الإمام خليني بقى اوريكم فيديو عن يعني هذا التعليم من الإمام النراقي وازاي بقى هما مسكوه بعد كده وابتدى يكون ده هو القائد للثورة بقى بتاعة الخميني يقول النراقي ان كل ما كان للنبي وللإمام من الصلاحيات في تسيير الدولة فللفقه ايضا احمد النراقي المحقق النراقي هذا الرجل هذه الكلمة قالها قبل ذلك انا لم اجدها في الكلمات قال التفتولي قال ان كل ما ثبت للإمام المعصوم من الولايات ودرجات الولايات ومراتب الولايات فهي ثابتة لمن لمن يقوم مقامه الا ما اخرجه الدليل القطعي من نص او اجماع كل ما ثبت للإمام المعصوم اذا كان بقى محمد او علي من هنا بقى ده يثبت للأئمة اللي هتمسك بعده وده هي هو موضوع بقى ايه امامة الفقه ده منها تسمع كده الولاي الفقه وامامة الفقه وكده ده المبدأ اللي وراها ان ده بمنتهى البساطة ممثل لهذا الاله ممثل للرسول للدين ويصل ويصل لانه يبقى ممثل لله وتسمعه دلوقتي من منتقديهم برضو ده واحد شيعا مش موافق على الكلام ده واحد تاني هيجي يقولك هو مش موافق ليه يجي بقى الخميني في سنة 79 علشان يطبق النظرية دي عمليا في الثورة الإيرانية فيبقى هو الولي الفقيه وبعدين يحاول الولاية إلى ولاية مطلقة وبعد ما يموت يتكتب ده في الدستور يعني هو يسيطر على كل الأحكام الدينية والسياسية والاجتماعية وشكل المجتمع ومن الصور الرائعة لإيران قبل الثورة الإسلامية إلى ما نرى من صور محبطة ومؤسفة وتعسف في الشعب الإيراني ولو إنه معظم الشعب الإيراني ما هم مش 12 كتير منهم مش 12 لكن الحكم بقى للفقية وبعدين بقى ابتدوا ينشروا الفكرة في لبنان وسوريا واليمن والعراق خلينا نشوف الفيديو ده ومشوعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيوه كوننا مؤمنين عقائديين هو مشوع دولة الإسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقي الإمام الخمين الله ويتحول لبنان الذي لم يكن أبدا دولة إسلامية يعني عمري وسمعت أنه حد يقول أن لبنان دولة إسلامية حد يصلح لكن يتحول لبنان وأي بلد تانية بقى من لبنان وسوريا واليمن والكلام ده كله والعراق دول كانوا جزء من الخطة المشروع الإيراني أنه يتحول هذا البلد مش كمان يقولك أنت هنعملوا دولة إسلامية مش دولة إسلامية مستقلة لا جزء من مشروع إيران سؤال مين اللي محتل لبنان اللي هم الإسرائيل اللي بتضرب حزب الله اللي ضربها الأول اللي مستمر يضربها ولا حزب الله هو من يحتل لبنان واقعيا هل يعني أتباع حزب الله لبنانيين ولا إيرانيين أم بنعرفهم النهاردة بعقيدتهم باللي بيقدموه اللبناني واللبنانية ما بيختاروش يعيشوا كده بيقولوا لحزب الله النهاردة بعد كل الدماردة يقولوا للناس بتقول حزب الله شاركوا في الدولة ولكن ما تفرضوش علينا ما تجيب ولناش واحد من إيران يقول إحنا بنقول إحنا عايزين نعمل اتفاقية 17 01 والهي يجي بتاع إيران يقولك لا ما فيش الكلام إحنا كل حاجة متوقفة عندنا على غزة وهو قد هناك ولبنان بيتدك ولبنان بيتدك علشان خاطر بيدرب إسرائيل ومش بس كده مخبي أسلحته تحت بيوت الناس شوفوا العقيدة اللي اتبانت عليها الفكرة بتاعت سواء كان شيعا أو سنة سواء كان فيهم اختلافات العقيدة نفسها هي قال ليه الناس في الإسلام قال ليه محمد من غير ما يكونوا عارفين يعظموا الصحابة وكبروا وفخموا كل من رأى الرسول مش كده ومتقدرش تتكلم عليهم دول يزعلوا لو تكلمت على الصحابة ودول يزعلوا لو تكلمت على مش عارف مين لأنه قالهت البشر فأصبحت الدين والعقيدة هي مبنية على اتباع بشر في فرق بين انك تتبع بشر يعني الكتاب المقدس ما بيتكلم عن مثلا اللي بنعتبرهم انبياء زي موسى موسى والرسالة العظيمة اللي ربنا ادهاله واخراج شعب اسرائيل من مصر واعطاءه النموس والحياة اللي تبنت مع الشعب الى ان وصلهم لأرض الموعد وكل ده من اعظم اولاد الله الانبياء الرب تكلم عنهم في الكتاب المقدس وانتو في القرآن تتكلموا عنه تلات ربعة الدنيا اكتر من محمد ميت مر لم يكن موسى هو مركز القصة ولكن كان صوت الله وعمل الله واتجاهات الله في اللي عايزه يعمله هو المركز الخطة اللي رسمها الشعب هو المركز الله مش البشر ففيه فرق بين دين يرتكز على بشر فيقله بشر علشان يبعد دينك عن الله فيبقى ده دين شيطاني وفكر شيطاني وفرق بين الله اللي بيقولك لأ بص علي أنا وانت بيني وبينك علاقة أنا مركز كل شيء أنا منبع كل شيء ليك دول جعلوا أئمتهم آلهة بولس الرسول ما كان بيتكلم مع الكورنطيين بيقول كده بيقولهم ما هتش يقعد يقول لي أنا لبولس وأنا لأبولس لكن أنا للمسيح وحده الله وحده فيه فرق بين إنك تقول لأ ده أنا اللي معلمني الرسول بولس بتفتخر بإيه حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب يسوع المسيح إلا بالعمل العظيم في محبة الله على الصليب من أجلنا لخلصنا لكن أنا افتخر بقى أنا تبع حزب الله وأنا المقاومة اللي مش عارف إيه وأنا أتبع الإمام اللي تاي كلام إيه اللي بيحصل بقى عندما نتبع بشر لأهوائه بتحصل الحروب دي وبتحصل يعني المصايب دي لأنه المركز بيبقى هذا الشخص اللي هو مش معصوم ولا أي حاجة هو الراجل ليه أهوائه الشخصية ليه أغطائه يعني يروح ييجي القاعدة بتاعته مش شخصيته لكن المنبع اللي بيصب منه هو الإسلام مش كده هو الدين لو كان راجل مسيحي مش هنقول إنه المسيحية كلها هت يعني هتوصم بما يفعله الرئيس المسيحي لأن المنبع الفقه بقى اللي بتقلح هذا الإله البشر بتخلي الناس تمشي زال عم شوف الفيديو اللي قايا بالضبط مثل مية بالمية مثل ولاية الفقه اللي ألانكم هذا موضوع مو مصطنع هذا هذا مو مستحدث هذا موجود في مبنى الفقه بس إجي انطافت جدا راقي قال ولاية الفقه ولاية الله نفسه والله العظيم ولاية الفقه نفس أنا ربكم ولا علا مو شي ثاني والله عليكم هاي البلاد الآن قائمة على هذا المفهوم بقضها وقضيضها إذا لا يمكن المساس بهذا المفهوم حتى بشكل سؤال أصلا شفتوا إزاي يعني ده واحد أهو شيعي بيقولك أنه أنتوا ألهتوا هذا الإنسان ووضعتوه في مكانة الله مش كده الأمثلة كثيرة في الأصل الإسلامي لو قلنا أن دول عندهم ولاية الفقه طبعا هذا الرجل لا ينتمي لفكرة ولاية الفقه ولكنه برضو ينتمي لموضوع تعظيم علي وولاده ومش عارف إيه وكراهيتهم لعمر وعيشة يعني دائما هناك انفصال وحرب ما تعظيم لشخص ويعني إنكار شخص آخر أو تهزيق شخص آخر دائما هتلاقي كده في ناس ما عندهمش ولاية الفقه زي السنة مثلا كمان لكن عندهم إيه عندهم المفتي وشيخ الأزهر والإمام الأكبر والأسامي الكبيرة التي نضعها على الناس اللي المفروض إن هم بيكونوا بيقودوا الإسلام فيصبحوا هم الصوت الوحيد المقبول فيطلع الشيخ الأزهر يقولك لا محدش يقول لي مثلا مفيش أحوال شخصية تخرج من غير موافقتي الأزهر لازم يوافق مثلا عندك المفتي بتاع السعودية أي حد عايز يكوح لازم يروح للمفتي كحيت غلط والله صح في الأيام القادمة هحط لكم بعض الفيديوهات اللي في بصراحة في غاية التفاهة ولكنها في نفس الوقت مزعجة جدا فواحد مثلا يبقى ماشي عمال يقولك بصوا الرسول كان بيمشي هكذا ويمشي يتنطط قوي كده وبصورة يعني مضحكة جدا وعلى المسلمين إنهم يمشوا زي ماشية الرسول أو تستحمى هكذا أو تغسل ويدانك هكذا لأنه الرسول كان بيعمل أو ترفع صباعك هكذا لأنه تقديس شخص كان بيعيا ويقوم ويموت ومات مريض ومحدش يقدر يساعده وكل حاجة شخص شخص فيعني تقديس الأشخاص موجود في يعني الإسلام بشكل واضح جدا كي ف يعني خلينا ننتبه ليه اللي بيحصل حوالينا علشان نشوف إحنا بقينا فين النهاردة على مدى حكم أو وجود حزب الله في لبنان لمدة 40 سنة كان حزب الله سبب دمار لبنان اقتصاديا ومعنويا والآن تدمير حقيقي على الأرض كانوا وما زالوا دولة داخل الدولة كم مرة سمعتوني بقول كده عن يعني مواقف أخرى وأمور أخرى مثلا تخص الأزهر أو غيره من المنظمات الإسلامية السلطة الدينية الإسلامية هي دائما دولة داخل الدولة ودي العقيدة الشيطانية أينما وجدت هي أداة تدمير وأداة انفصالية خلينا نشوف حسن نصر الله نفسه وهو بيتكلم على اللبنانيين يعني وهو لبناني المفروض مش بسدق أنه اللبناني مش دايق عليه بصراحة خالص يعني أوكي ففي نفس الوقت بيتكلم إزاي على اللبنانيين وبيهددهم تهديد على الملأ راسني شوف أربعين سنة كل كم سنة في حرب داخلية وفي فتنة وفي مشاكل وفي ضياع وفي استسلام للخارج واليوم هم لا ينفكون يتأمرون على أبناء بلدهم بالاستعانة بالخارج هاو دي وطنيين وهو لبنانيين وهو بحل يحكوا أنه يحافظون على الوطن وعلى الكيان ويتهمون لكن في ناية المطاف هؤلاء يجب أن يعرفوا أن لكل شيء النهاية أنا جاي وغلوتك لاجي يعني أنا جاي لكم حزب الله قام باغتيالات على طول الطريق لسياسيين مهمين في لبنان لمعارضين يعني فيش حاجة اسمها تعرض الولاي الفقير هتتكلم عليهم ازاي لناس بسيطة طلبوا بحق هنا طلبوا بحق هناك عايزين يدخلوا يقولك أنا مش عايز أسلحة تحت بيتي ينو يموا يغتلوا كل اللي عارض وكان له صوت وتأثير اغتيال الحريري أكبر صدمة حصلت عند اللبنانيين كل اللي بيعارضوا كان دائما يغتال وانت الشاطر بقى يلاقي حد يقول هو مين اللي عمل كده بس كل عارف مين اللي عمل كده زي كده لقمان سليم المعارض اللي اغتلوه من حوالي ثلاث سنين كان بيتكلم بمنتهى الصراحة وكان بيطلع برة وكان بيقول للغرب اللي بيحصل جوه لبنان وكل حاجة حقه الإنساني لأنه اللبنانيين مع عمرهمش عاشوا هذه الظلامية شعب حر حر ولكن انت جيت علشان تضغط عليه بالفكر الإسلامي وانت ولاية الفقه وانت لا فقه ولا بتاع يعني ويعرفك منين هو تربع الشعب مسيحي وسن ليه انت لازم تفرد عليهم لأنه هي كده الفكرة الإسلامية انه لازم الإسلام يكون غازي أينما كان في مقالة كتب بعد موت لقمان سليم عجبني فيه جملتين ثلاثة حابة نرى أرهولكم أنوان المقال بيقول كده أو الجزء ده بيقول انه الاغتيال لن يرهبنا رئيس تحرير الشبكة الدولية الأخبار محمد عواد المعارض الشيعي الحزب الله للعربية نتقال كده ان اغتيال لقمان سليم لن يرهبنا بل على العكس هنرفع السقف تحت شعار صفر خوف احنا مش خايفين منكم ايني مون لكن المعارضون اللي كانوا بيخافوا من التعبير عن قراءهم باتوا اليوم أكتر جراءة رغم الحملات التي تساق عبر منصات التواصل الاجتماعي وده اللي احنا شايفينه النهاردة ان اللي كانوا خايفين يتكلموا ابتدوا يتكلموا أكتر لانكم دمرتوا حياتهم ربع لبنان تدمر لانه ربع لبنان أو أكتر مليان بقى ستحت حزب الله ايا كان لبنان لم تطلب الحرب مع اسرائيل لكن حزب الله طلب بيقول كده بيقول ان حجز الخوف سقط وما قبل اغتيال سليم ليس كما بعد ويكفي المشهد المهيبة الذي حصل أثناء مراسم دفن لقمان سليم حيث تحلق حول جثمانه في داراته من الضحية الجنوبية معقل حزب الله شخصيات شيعية عديدة معارضة للحزب وقال للأسف خدعنا بمقاومة و يعني بين قسين كده انها مقاومة وهي حزب الله لكن حزب الله هو الاحتلال وانا باتفق معكم ومعاهم في النقطة دي اغتيالات حزب الله للسيطرة على البلد اللي هما محتلينها الارهاب والدمار يعني لازم نسمي الاشياء بمسمياتها تفجير المرفق في لبنان يوم مش ممكن انساه في حياتي وحرقة قلب لبنان كلها على المرفق والناس كلها يعني كانت بتقول حزب الله بس مش قادريني على وسطه يعني اما كنت بقول اما كنت بسمع كده اقول مش معقول يكون فيه اجرام بهذا الشكل يمكن غلطة يمكن نسيوا الاسلحة لا بعدين نكتشف بقى انه حزب الله عايز اللبنانيين او عايز الاستخدام الحقيقي يبقى على مرفق تاني في ارضهم هما في ناحيتهم هما علشان المخدرات وعلشان التجارات كل التجارة الممنوعة اللي بيجيب منها فلوسه وانه سيطرة اكبر حزب الله لم يسمح للبنان انه هما يعملوا مطار تاني علشان يفضل هناك سيطرة على مطار الحرير هكذا يضحي الاسلام بالام والجنين علشان هو يعيش هو كده سواء كانوا سنة امشيع الاتنين المصدر واحد هو اله الشر عايز اكلمكم عن رسالة جاتلي من احدى صديقات البرنامج ودلوقتي كمان بيكتبوا على الفيسبوك ارى لكم الاول المكتوب على الفيسبوك بيقول لي انتي غلطانة هذا الحزب يلي معجبك هو نفسه قدم الشهداء بصيدة او حاجة زي كده ومعلولة ودي النصارى كلهم مسيحيين اوكي ما احترامي لحضرتك شوفي المسيحيين قدش الان مع المقاومة مع دا العملاء يلي بدهم اسرائيل يقسموا لبنان لمناطق زي سمير جعكة بيقول كده فواحد من المشاهدين رد عليه بيقوله ماذا انتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الصديقة المسيحية برده اللي كتبتلي على الواتساب بتقول انه انه ايه يعني انا بتحزن لما انا بتكلم كده على حزب الله علشان حزب الله ساعد المسيحيين في سوريا فسؤالي والمئة مليون سوري اللي ماتوا على ايد حزب الله تبقي مبسوطة بحزب الله ولا تبقي حزينة على السوريين اللي ماتوا وسوريا اللي اتدمرت شوف بقى الفيديو اللي جاي ده هاشم صفي الدين اللي هو كان مفروض يبقى الخليفة او كان الخليفة اليومين ما عرفش اوكي الفيديو ده الكلام اللي بيقوله ده بيهدد فيه المسيحيين واللبنانيين المسيحيين اللبنانيين اوكي شوف الذي يعرض على بعض اللبنانيين الان ان لم يسارع اليه سيأتي الوقت الات وهم غير قادرين ان يحصلوا حتى على العرض الذي يعرض اليوم بكل صراحة عجل احسن للكم والتأخير ليس لمصلحتكم على الاطلاق لماذا لانكم فاقدوا لأوراق القوة التي تدعون وتتخيلون انكم تملكونها وانتم لا تملكونها يا شوية المسيحيين اللي في البلد انتم فاكرين عشان انتم الاكترية وهتقدروا تحطوا الرئيس والرئيس يبقى رئيس جمهورية والكلام ده كله لا انتم فاكرين انكم عندكم قوة انتم مفيش حاجة في اديكم عارفين فؤاد المهندس لما احفظي مركزك واضرب قربك او ده كان رسالة للمسيحيين اعايز اقول لك واقول لك الاخوة اللي كتابوا لي واضح ان هما الاثنين مسيحيين ومسيحيين سوريين انا عايز اقول لك حاجة اسألك النهاردة واسألك ايه دور المسيحي النهاردة من وجهة النظر الكتابي دورك في الحقيقة اولا ان احنا نعرف الحق والحق يحررن احنا فنعرف الحق في المسيح فانت تخلص الاول وتبقى عارف ان انت عايش مع المسيح ليك رسالة وكل اللي حواليك لازم تشوفهم من منظور الله فنصلي بلا انقطاع من اجل سلام البلاد دورك كلبناني كسوري تصلي من اجل سلام البلدك والبلاد اللي حواليك تصلي من اجل الرئاسات والصلاتين نصلي الاول لان ده السلاح الاساسي اللي في ايدك الصلاة انك تروح لصاحب الامر وتقوله رب انا برفع امامك هذا الشعب وانا دلوقت يا رب برفع امامك شعب لبنان بسألك يا رب انك تعطيهم حياة وتعطيهم حياة افضل وتعطيهم قوة يا رب في اسم يسوع وتذكرهم بمكانتهم عندك اليوم يا رب وتخلص كل انسان شيعي سني مسيحي اسمي انسان مش عايش معاك يا رب ليس خلاص الا بيك انت يا رب ليس حياة الا بيك انت بصلي من اجلهم يا رب بصلي حماية الاطفال والكبار والعجائز والمتأثرين بكل هذا هذه الحروب والالام اللي بيمروا بيها فدورك ودوري في اسم يسوع انك تصلي للي حواليك وتطلب من ربنا انه اديك الاتجاه اللي اعدك ليه عشان تساعد وتساند فالكتاب يعلمنا انه اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله فكل اللي هتاخده فأوامرك في الحياة من اله المجد يسوع اللي عايزك تعمل ايه تعرف الناس على الخلاص تساعد بالاكل بالشرب بالوقفة بالعمل بكل ما يكون في امكانك اللي دايما هيكون مركزه ما هو صالح وجيد وللبناء اساعد ودافع عن المظلوم واقول الحق واكل وشرب وأقدم مساعدات بقدر المستطاع وأقول الحق هفضل أقولك أقول الحق وأعرف إن الحق مسئولية في كل وقت وكل ظرف وفي كل وقت وفي كل وفي كل ظرف تقدم رسالة المسيح في المسيح ليس لنا أعداء ولا حتى حزب الله بفكر يعني أنا لما ببص على الناس اللي بتتكلم دي ولا نصر الله ممكن أشوفك عدو ولا أي حد لأنه إحنا يعني لا نعادي لمجموعات ولا أفراد فالمسيحي رسالته إنه يحب الجميع ويقدم رسالة المسيح ما فيش حاجة يعملها يصلي ويمشي بس العدو الحقيقي اللي دايما بيحط العدوة في قلوب الناس هو الشيطان هو عدو الخير فعشان كده اللي عايش معه عدو الخير حيشوفك عدوه لكن إنت عايش مع إله السلام حتشوف الكل من عينه من منظوره إزاي نشوف اللي حوالينا من منظور المسيح أم من منظور الإسلام الشعب اللبناني من يوم ما حكم حزب الله وهو بيدفع التمن غالي واحد من الناس المعلقين وحنا بنشوف التعليقات كل يوم بيقول كده بيقول إنه إحنا أكتر شعب بيدفن الأبهات والأمهات هما اللي بيدفنوا أولادهم يقولك المقابر مليانة عجايز بيزوروا شباب ماتوا في الجهاد ولا ماتوا في حرب ولا ماتوا عشان فلسطين ولا عشان غزة ولا عشان مش عارف إيه؟ ليه؟ ليه؟ عايز أقولك مرة تانية إنه المحتل هو حزب الله وهو هذا الفكر يعني الإسلامي المرير في شبه كبير في النظرية المقاومة دي اللي هم عايشين بيها الشبه كبير بين حزب الله وحماس وهما متفقين مع بعض يعني يعني اللي اتنين بيشتغلوا مع بعض لا ده أكشولي عنده يعني رسالة إنسانية سامية ولا ده عنده رسالة إنسانية سامية هم اللي اتنين هيستغلوا بعض وبعد كده متعرفش مين اللي بج بطن مين زي ما بيقولوا في المسرح أنا دايما نتكلم عن المسرحيات عشان بحب المسرح يعني معلش بس يقولك يعني متعرفش مين اللي حيبج بطن مين بعد شوية كلهم هيخلصوا على بعض فخلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وشوف رأي أحد المعارضين كيف مطلوب من الشعب اللبناني يحمي حزب الله البنايات اللي فيها قادة حزب الله لازم يكون فيها مدنيين دروع بشري الدولة اللي مفروض تهتم بالشعب اللبناني على المستوى السياسي والديبلوماسي مسخرة لحمية حزب الله الرئيس اللي بده ينتخب بدل ما يكون الفكرة أنه بده ينتخب لبناء دولي في لبنان ولإعادة أعمار لبنان لازم يجي رئيس يحمي ظهر حزب الله الاقتصاد اللبناني لازم يتسخر كله هلأ ويتدمر ليه خدمة حزب الله الناس اللي قالوله رجعي على بيوتها أنت بأمان صارت مشردة بالطرقات الشعب اللبناني بيدفع تمن لحماية حزب الله وانا يعني النهاردة الصبح كده فكرت الشعب اللبناني بيعامل على أنهم زميين مسلم ومسيحي حزب الله قاعد يقول أنا هحميكم احنا المعارضة احنا هنصد عنكم احنا مش عارف ايه مش كده؟ لكن الحقيقي أنه شال السلاح من الجيش اللبناني شال القرار من الشعب اللبناني أو القيادة اللبنانية دمر الاقتصاد اللبناني كل ده وفي الآخر يقول لهم بس أنت أنا الحامي الحما انت ملكش دعوة قص الزمي مش هيحارب إذا دخلوك في الجيش بتاعهم فلازم تبقى زيه فيعامل الشعب كصورة عامة على أنهم زميين احنا بندفع عنكم بقى وهندفعكم التمن الزمي ما لهش حقوق وحزب الله أخد حقوق الشعب اللبناني وفي أي مكان يكونوا موجودين شوف الفيديو اللي بعد كده وقلنا سنين احنا قاعدين كلنا كلبناني 365 يوم عام نتشارع نحن منقول لا للحرب وقفوا الحرب هني بنقول الحرب لا تتوقف إلا إذا 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 كله تحت شعار هذا الموضوع أنه هزب الله يملك قوة ردع وهذه قوة الردع تحمل لبنانيين تشفنا بعد سنة اليوم 7 أكتوبر الـ 24 أنه المعادلة بالحقيقة مقلوبة مش حزب الله اللي بيحمل اللبنانيين مطلوب من اللبنانيين 5 ملايين لبناني بكل طوايفهم بكل أراءهم بكل توجهاتهم هن يحموا حزب الله بدل ما تكون المعادلة أنه الأمن والرفاهية والضمان عند اللبنانيين صارت المعادلة أنه كل هاللبنانيين لازم يضحوا ليبقى فيه فصيل الحرس الثوري الإيراني بلبنان يقولك قوة الردع وأنه هما اللي بيحموا اللبنانيين لكن الحقيقة أنه الدروع البشرية اللي بيستخدمها حزب الله هما اللبنانيين بيوتهم أماكن لإطلاق الأسلحة مدنهم مليانة زي بالزبط بتوع غزة حماس خنادق تحت الأرض مليانة بالأسلحة البلد مستخدمة كأنها منصة لإيران علشان خاطر تستخدمهم يعني كده كفدى إيران والقضية الإيرانية والقضية الإسلامية كل دول يعني إيه لو إذا كان حزب الله الشيعي ولا حماس السني أو أي شكل من أشكال الأحزاب والفصائل الإسلامية دول كلهم على نفس يعني المنهاج حتى ولو إنه كلهم بيكفروا بعض كل دول بيكفروا بعض لكن كل ده إذي يقولك إيه كنت بفكر النهار ده هذا الشبل من ده كالأسد لا طبعا يعني لا ده شبل ولا ده أسد خالص لكن نقدر نقول هذا المجرم من ذلك السفاح لأنه النتيجة واحدة ده مجرم وده سفاح المصدر بقى مين اللي أوحش من الثاني السفاح طبعا لكن الكل يضر باللي حواليه دايما بيكفروا بعضهم البعض وأنا يعني بصراحة يعني اتفاجئت بي يعني لما بشوف اللي حصل بعد ما بتفاجئ من المسلمين والشيوح عموما يعني ببقى عارفة الناس تقولك طب ما نزعلش على نصر الله لا ما نزعلش على نصر الله ده كافر تقولي الشهيد لا ده مش شهيد وليد اسماعيل وواحد حوثي بيقوله طب يعني ما هو برضو يعني بيعمل مش عارف يقوله بيعمل بقى ولا ما يعملش لا كافر واحد شيخ تاني يقولك معلش بقى زنبه على جنبه يعني كان هيلاقي ربنا بقى مش عايز بقى يعني ده مؤدب لكن في الاخر يقولك لا نستطيع أن نقول إنه شهيد فبقى يعني لا أنت بقى حتى المسيح يقولك ما تترحمش عليه أنت بقى توحش يعني أنت فاكر نفسك موت في الجهاد ما تقدرش تقول إنك شهيد مش هترحم عليه ومعلشان دول شيعة 12 الشقاق ده بدأوا محمد ويعني هذا الشقاق موجود إلى هذا اليوم ومحمد لم يعلم أتباعه إنه هناك طريق واحد مستقيم لما كان هو موجود على الأرض لما قالوا أنا هناك 72 فرقة وما فيش منهم ولا واحدة كلهم مش هيدخلوا الجنة إلا فرقة واحدة طب أنا هو واحدة وإنت كان وقتها عندك حاجة و70 فرقة ومين اللي ابتدى الفرق وكل الكلام ده هو قدم لهم فكرة يمكن إنها تكون قاتلة ب72 طريقة وده اللي موجود لحد النهار ده عايز أقولكو عن إنه المسيح لوحده هو اللي خلانا نقول إنه هناك وحدة في الجسد اللي جعلك تنظر لمن حولك على إنهم مش بس المسيحيين المسيحي جزء منك آه من جسد المسيح ولكن تنظر إلى الآخرين على إنهم في يوم من الأيام باسم يسوع تكون إنت كمان لك هذا الخلاص وهذه الحياة عايز أوريكو فيديو لقيتو النهار ده الصبح وأنا يعني مثل لأثر ما اللي بيقدموه واللي بيعملوه على الإنسان الغلبان اللي مالوش حيلة الرسالة دي من غزة اللي بتكروا إن اللي اتنين واحد كي اسمع خسائرنا تكتيكية وخسائر عدونا استراتيجية هنا خسائرنا خسائر تكتيكية الحمد لله خسرت عيلة وخسرت بيت وخسرت أخوت وخسرت كل حاجة فرسا هذا خسائر تكتيكية وجع القلب خسائر تكتيكية المجاعات وغلاء الأسعار والفساد اللي بيصير برضو خسائر تكتيكية كل إشي بيصير في غزة خسائر تكتيكية دي بارك وزعلوش هل تكتيكية لأدو اليهود ايش خسروا استراتيجيا هذه وجهة النظر بسبي الله ونعم الوكيل هنا غزة سمعين الواجع والألم اللي في صوت وإحنا يقول لك إحنا استراتيجية وأدي التكتيكية خدتك وانت رايح للأسف ولكن ملايين الناس ألاف القتلى وحياء وهت بيقول لك استراتيجية إيه ده أنا فقات تعالتي كلها هتعوضها لي إزاي دي الله يتعامل مع أولوكم الدين الذي يفرق على حسب السلطة ويوهم الناس إن هو بيقدم يعني صورة لمجد هذا الإله وإنك تستطيع من خلال الجهاد إنك تشترك في الرسالة الأعظم وإنك تكون شهيد وإنك تكون مش عارف إيه واخوك اللي جنبك بيكفرك كل واحد ليه طريقته وبعد ما تخلصوا الخناقة مع واحد تتقلبوا على بعض وتروحوا قتلين بعض اللي بلغ عن الناس دي واحد منهم اللي بيعمل مع إسرائيل منكم وممكن بمنتهى الأمانة إنه يكون لا هو شايف إنك حاكم فاسد فأنا هخلص منك مش عشان هو عايز فلوس وممكن جمعن يعملها لله خليني ركز على رسالة المسيح النهاردة المسيح هو واحد اللي ممكن يعني يجمعنا تحت محبته ورعايته ورسالته المليئة بالمحبة والصلاح والكمال والتركيز والتركيز على إنه يعني الرسالة الأساسية لنا إن إحنا نقدم السلام للعالم رسالة الرجاء للعالم في المسيح وإنه عينينا ما تشوفش أعداء ولكن تشوف أبناء لله قادمين حيعرفوه في الطريق فبنصلي كده إن الله يغيرنا من جوه فلا نرى عدو أبدا مهما كان هذا العدو في كتاب المقدس بيقول كده في كورونسوس الأولى في الإصحاح الأول بيقول كده بولس بيقول لهم أنا أطلب إليكم أيها الأخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا وأن لا يكون بينكم انشقاقات بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد تكونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد ويكون المركز هو المسيح مش أشخاصكم المسيح يعلمنا إن إحنا نموت عن زواتنا حتى نعطي حياة للآخرين ونسمح للآخر وضحي حتى يسمع الآخر عن رسالة المسيح ومحبته وخلاص وبصلي النهاردة إنه الله يفتحانيكم فتكون كلمات حياة تخرج من أفواهكم تعطي حياة لمن حولكم ويفتحانيكم ويعطيكم أنتم أنفسكم خلاص صلي ويقول له ربنا بتوب عن هذا الفكر الشرير وأطلب حياة من يدك في اسم يسوع المسيح أمين إلى اللقاء في حلقات قادمة ترجمة نانسي قنقر